وبقينا نشوف المرأة الوقتي في مواقع فين وزيرة وقاضية ومحافظة وكل حاجة وتترقى سؤولة جلسات البرلمان المصري في عشرين نايمين مش كده ولا ايه لا بس فتحوني قالوا عشان اكبرهم سنا اصغرهم سنا ارجحهم عقلا تسلمني يا حبيبي شكرا انا على فكرة يعني فيه ناس كتير بتقولي ان دي حاجة تاريخية لانه عمرها ما حصلت انا اول ستة في مصر اعمل كده اسمي فريدة يعني فمتفردة في كل شيء فريدة العنيدة ماهو ده لقيت واحدة اعند مني بكتير اللي هي امن اه انا المستيك السويارة متمردة طبعا مسألة الاعلى جدا انا شايفة ان فريدة مسألة الاعلى في الوطنية وفي العقل الراجح وفي التصميمها على ان هي تقول الحق ولو في عين مين لأدخن كتخين فده عجبني ستة السعودية جامدة شافة صورات وطنية بتحارب عشان بلدها ما هي فهمة ستة المصرية تتشهدت المشهد بتاع الانتخابات بعظمة وفخورة بالستة المصرية فعلا زي ما قال عاصي الحلاني ستة الستات يا مصرية مش كده؟ حمولة نصف المجتمع وهي المسؤولة عن النصف الآخر لان مسؤولة عن ابنها واخوها بتحرك العيلة بتحس بالخطر تحس ان هي بتقف في وقت الزنقى بتقف يعني وقت ما كان انتفضت في 30 يونيا كانت حاسة ان الهوية الوطنية هتقع ان في خطر على بلدها اللي هي بيتها كبير فلازم تحفظ عليه علشان تحقق لأولادها واحفادها مستقبل باهر او آمن للاجيال الاخرى صحيح طب هنا هرجع لأسوزة فريدة المشهد الانتخابي بيشهد اقبال ضخم مهول لفت للنظر دلالة الاقبال ده ايه؟ يعني هاسأل بعد شوية يمكن على اسبابه بس ايه دلالة الاقبال ده؟ الدلالة ان المرأة المصرية حاسة ان لها دور في بناء وطنها في عادة مكانة مصر ومكانها يعني مصر كانت يعني تقريبا اتهمشت في الفترة الاخيرة الكام العشرات السنين اللي سبقت ثورة يونيو بس النهاردة مصر لما بتقول كلمة وده كان موقف المرأة المصرية الاساسي فيها لما مصر النهاردة بتقول كلمة لازم العالم كله مضطر يسمعها لما مصر تقول ان تهجير الفلسطينيين القسري الى سيناء ده خط احمر كله فهم ان ده خط احمر يعني خط احمر ده مش شعار ولا كلام كده بيتقال في الميكروفونات يعني لا ده موقف خدته مصر لما مصر تقول انه لازم حل الدولتين ويبتدي العالم كله يتكلم على حل الدولتين بعد ما كان يعني موضوع تقريبا تقفل يعني ووضع العالم كله امام مسئولياته من انطلاقا من احساس مصر بالمسئولية فمصر يعني دولة زي ما كل الناس قالت الكبار يعني والعظماء قالوا ان هي لما بتبقى قاعدة العالم كله بيقعد معها العالم العربي يعني لما بتقف كله بيقف معها لما بتحلق كله بيحلق معها وده المرأة المصر يعني عايز اقول على حاجة بالنسبة للناس اللي بتفضل تقول المرأة عورة المرأة مش عارف ايه يعني انا بقول لهم ان ربنا اكبر تكريم ادى المرأة هو الرحم حيثتوها بالحياة يعني اودعها الرحم حيثتوها بالحياة والحياة لما بتوها بتوها بالاي مخلوق للرسول وللعظيم ما كان يمكن ان يكون له وجود لو لم تلدهم رأة واشأل حتى المتمردة دي بزبط وراء كل عظيم مرأة انا شايفة دي